السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد سعيد من قناة التعقيد وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن المهام الادائية للصف الرابع مادة اللغة الانجليزية كلمنا فيها قبل كده طبعا ما محبش قدي حلول لكن انا مش شايف ان المرات دي حلول يعني انا مش هقولك اخد الامتحان هو ونزل حلو لا انا هقولك تحل الامتحان ازاي وزي ما انا قلت وتوقعت قبل كده ان الامتحان هيكون حاجة كتابية عنه يا اما دعوة يا اما باراجراف تمام زي ما انت شايف كده وهنا بقول لي ايه بقول لي آآ انسرز دي اجابات بيجيب لي هنا كلمة سكول المدرسة اجيب لك بس القلم ده عشان تبقى واخد بالك انا بشرح فين بالزبط تمام هجيب كلمة سكول دي كده وانت تكتب اسم الايه المدرسة بتاعتك انت طبعا في ايجيبت برايمير سكول نيم تكتب اسمك class الفصل بتاعك date التاريخ هنا بقول لي write about you my your favorite transportation احنا اخدنا في الوحدة راكم 11 تمام عشان كنا قلت الناس اللي بتجري شوي بالمنهج عشان المهام الادئية مكنت تيجي منها بتكلم عن your favorite transportation يعني الوسيلة للمصلات بتاعتك المهم هتكون سطرية ما تقلقش ما تقلقش خالص عشان تبقى بتخافش موجه الفصل او مدرس الفصل المدى هيكون معاك يا مسر اكتبه هنا هيقولك اكتبه هنا هيقولك اعمل ايه هنا هيقولك يعني هي اصلا اسمها مهام ادائية بتحلي مع المدرس في الفصل ما تشيلش ادنى هم خالص ليه تمام يعني هو لازم يوجه يكون معاك تمام طيب هنا بقولي هتقولي بقى هتكلم عن انت خدت بسطة مصلات خدت الكطار خدت المترو خدت العربية خدت التوبيس هتقول يعني الكطار الوسيلة بتاعت المفضلة هي الكطار سهلة جدا اي لايك ات انا بحبه ليه because it's safe انه امن and cheap ورخيص تذكرة سهلة جدا باك تعملها اي رايد ات انا بركبه from من the station طبعا حاجة سهلة جدا خدنا كلمة station في الكلمات بركبه من محطة ركبه من البيت يعني اي جو ايفري وير انا بأذهب لأي مكان باي ترين خدنا كلمة باي بتيجي مع وسائل المصلات العامة اللي الناس كلها بتركبها زي المترو لكن الحاجات الخاصة زي العربية بتركبها لوحدك حتاخد معها ان the train is an important transportation الكطار هو وسائل المصلات مهمة جدا جدا ده صعب نهامة ده اي صعبة ولا لها اي وفيها اي صعوبة خالص ولا لها اي ادنى اه ارتباط بيه اللي احنا عاملو طول النهار على الفيس ده بالنسبة للايه للأولى تمام يبقى انت مضوع كله انت لارتتكلم عن ايه عن الحاجة اللي انت تكلم عنها البراجراف اللي انا طول النهار بتكلم عليه يا جماعة تكلموا خلق اولاد تكلموا خليك تكلموا طيب التاني المتوقعي في انت حيان my school party حفلة المدرسة بقول لي هنا اعمل زوم بس عشان ايه شوف معايا طيب هنا بقول لي ايه وين is the party هتقول party فين where is the party ومكان ال party what will you wear هتلبسه ايه انت اصحابك who will go مين اللي هيجي what will you do وهتعمل ايه دي العناصر السيلة بتكتبها فين في الحفلة دي او اي مناسبة عندك خاصة بسبيشال party طيب هنا بقول لي my school is giving a party يعني مدرستنا عملت ايه حفلة it will be on the school stage هتكون ان شاء الله على مسرح المدرسة we will wear some special clothes احنا هنشوف هنرتدي بعض الملابس الخاصة many parents and students will go يعني بعديد من الولياء الامور ويجي الطلاب هيذهبوا الى الحفلة دي we will sing songs and perform plays احنا هنغني اغنية ونقد ايه بس ده من منهجك تمام من منهجه طيب اتنين this is this is where i live الموضوع التاني ممكن يجي هنا المكان انا بعيش في جيبلي هنا كلمات استرشادية ده براكراف بقى building the mile farmland temperate climate fertile soil طرب الخصبة we live in a building by the mile احنا بنعيش في مبنى قريب من النيل there is a farmland near the mile يوجد مزرق ما هنا اماكن كتير جدا خضرة جنب النيل there is fertile soil يوجد تربة خصبة we enjoy نحن استمتع that great climate نحن نستمتع بالمناخ الليه الجميل اربع خمس كلمات او جملتين خلصنا المهم ادي نا ترد حاجة an oasis in ايجيبت يعني الواحات في مصر ومديني هنا كلمات ارشادية oasis واحة environment بيئة fertile خصبة water مية soil تربة هتكتب انت تقولي بقى this is an oasis هذه تكون واحة this is a good environment for people هذه بيئة جيدة جدا للناس there is water يوجد مية there is sun شمس and fertile soil بس هتقولي جماعة دي واحة الناس بحبوها وفيها مية وفيها تربة وفيها شمس صعب الله عليك طيب اخر حاجة او القصة دي كمان البراجراف ده my dad's box of memories يعني صندوق بابا بتاع الذكريات هتقولي مستر هو جنة في المنهج صندوق جدي لازم يغير طيب ايه هي هنا كلمات old middle photos friends uh excited طيب اتكلم هتقولي هتقول my dad has an old box of memories جد بابا بايا عنده صندوق ذكريات it's made of middle بس نوع من الايه المعدن it has many photos of my dad في صور كتر جدا جدا اللي بابايا بعد كده his friends اصدقو and our family وعائلته لي يعني هو معائلته واصدقو when we saw it عندما احنا شفنا we were very excited كنا اه اه حسنا بالاثارة او بالغرابة جدا طيب بعد كده الموضوع اللي بعد كده we had fun we had fun ايبا we had fun day we had fun party عندنا حاجة مميزة trip رحلة see happy healthy food catch fish طيب هقولي في الموضوع ده بقولي we went on a trip last week استخدنا الباس سيمبل احنا ذهبنا لرحلة الاسبوع اللي فان we went to the sea رحنا البحر we ate healthy food كانت طعم صحي we caught many fish مساكنا عيد من السمك we were happy احنا كنا سعداء we had a great fun تمام احنا قضينا يوم يعني او او وقت جميل جدا 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 بس جدا صعبة طبعا مش صعبة اطلاقا يا شباب تمام طيب ايه كمان جايب اللي هنا برضو من الموضوعات اللي ممكن تيجي في الانتحام اللي هو my first day او my first day at grade 4 يومي الاول في الصف الرابع مجبلي كلمة nervous عصبي wear يرتدي new friends as a good teacher مدرس math and english i still remember my first day at grade 4 يعني انا ما زلت اتذكر اليوم الاول في grade 4 i was nervous انا كنت عصري جدا i wore a red t-shirt and blue pants كنت لابس تشيرت احمر وبانطلون ازرق i had no friends كان عنش عندي ولا صديق i want i wanted to cry كنت عايز عايز but the teacher was very kind لكن المدرس طب طبعا يا عنه كانت طيب جدا جدا we studied math and english ودرسنا انجليش ومات صعبة بالله عليك لا طبعا تبهم عندك كده وخلي الطفل ايه قرأهم حاول يتكلم هو مش تدينه سمك قلتلك خليه يتكلم بحاجات دي غايبا واورال ويكتبها بيده كده في الكراس عشان يتعود مش بس يحل احنا عايزين ناخد الفايدة من منك طيب what i did at the weekend اي انا عملت ايه في week end زو family weekend t-shirt animals happy كلمات الشردية طيب last weekend i went to the zoo رحت السؤولة اللي فات اللي حاتف تي شيرت جميل we saw lots of animals شوفنا العيد من الحيوانات الحيوانات we were happy احنا كنا سعادة بس هذا الموضوع اللي بعد كده طيب country and city life اللي هو فار المدينة وفار القرية فاكروا في دلقصة دي جيب بكلمة كويت green places noise bright lights smoke light الترجمة بتعطيها كويت هدئ green places اما كان خضرة noise دوضاء bright lights اضواء smoke دخان like يعني شبه او زي او يحب the country life is quiet and beautiful يعني حياة الريف هدئة جدا وجميلة there are green places there يوجد اما كان خضرة كتير هناك city city life is beautiful too الحياة في المدينة جميلة ايضا it is full of bright lights مليئة بين بالاضواء او الاضواء الساطعة and smoke والدخان عشان الايه عشان السيارات there is there is much noise there يوجد عايد من الضواء هناك دي المقارنة بين ايه بين العيشة في المدن والريف اخر موضوع معنا a day on the beach يوم على الشاطئ last weekend swam سبحة played لعبة a scream happy last weekend as well i went to the beach انا ذهبت الى الشاطئ with my cousins مع اولاد عمي ويدخالي we swam we swam in ده c احنا بحرنا او بسبحنا في البحر we played a game of a volleyball لعبنا لعبة الطائرة كرة الطائرة يعني we ate ice cream احنا كلنا ice cream we felt happy احنا شعرنا بالسعادة يوم اطلوب مني ايه ان ابني يقرى دول واقول له اخذ الكلمات الشديدة وخليتكلم الواحد الاول يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا اشوف هاي النيواتك لطلع عنده ده يا ماما انت ده عنده غلط التصريف الفعل ده غلط لو انت عايز تعلم ابنك صح لكن ياخد النموذج ويحلو بالنص بفوق ما تعلمش ادي له كلمات الشديدة دي بس اللي فوق دي وقول له اكتب لي كده عن التعبير عنده هقول مش عارف اقول له خبط اكتب حط جنب العرب قدامك احنا اول يوم ليا كنت عصبي وكانت شرية اصدقاء كنت لابس كزا المدرس كان طيب خدنا اول يوم ايه بس خليه حط جمل وصدقني ما تحط على ضغط هيبدأ يجاوب ان شاء الله لازم تعلم ابنك بطريقة دي لكن خد يا باب وخش حل احنا كده لم نعلمش يا جماعة نشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته